يا نار ابيض على العسل بمحودة بتعملي ايه مفترية حبابتي خلي بالك حباية بقلبي كنت راحة عند اختي اللي هي متجوازة في الارياف قلت لقيتها بتحلب مساء الجموسة قلت ما ايه تعالي يا نعمة ما اجرب كده عشان لو عجب حباية بقلبي اعمل لهم فيديوهات زي دي كده قلت ما اعمل تجربة كده قعدت تحت البقرة وقلت ما اجرب لقيتها بتبصلي قومت جاري قلت مش هحرمكم المقطع العسل ده يا صباح السعادة وصباح الرضا وصباح التفائل وصباح الصحة والعافية على عيون احلى واجمل اخوات في الدنيا ربنا يخلكوا لي ويجعلكوا دايما نعمة في حياتي ربنا يسعدكم يا رب ومحرمش منكم ابدا ويخلكوا لي والناس الجميلة اللي عند وعدها اللي لسه بتكتبلي اكتر من كومنت ربنا يباركل فيك ويسعدكم ويكبر بخاطركم ويفرحكم زي ما بتفرحونه وتدخلوا البهجة علي انا وولاد والله العظيم عفوا حبيب والله العظيم ما هنسى فضلكوا علي ابدا 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 هنتكلم في نقطة صغيرة كده جميلة هتعجبكوا اوي وتخلي بالكوا برضو قلت بقى قبل ما سافر الروتين ده قديم يا جماعة بس التسجيل جديد يعني انا بسجل النهار ده والروتين ده كان قبل العيد كان قبل يوم الوقفة كمان لاني ما اشتغلتش في الوقت فخالص ولا عملت حاجة تفرغت بس ايه ليوم الوقفة كده ربنا يباركل فيك ودايما يوم الوقفة والعيد ييجي عليك وانت بالصحة والعافية وما يتحرمش منكو ابدا ولا تتحرموا من صحتك ولا عافيتك ولا تتحوجوا لحدة ابدا يا رب بحق الايام الفاضي ده لما تتحوجوا لحدة ابدا تتحوجوا لحاجة واحدة بس لصحتكو ورجلكو تمشوا عليها ومنين ما تمشوا ومنين ما تمشوا ومنين ما تروحوا تلقوا السعادة والهنة كله مستنيكو لانكو تنستاهلوا اكتر من كده بدعموكو بحبكو لي بوقفتكو معايا ربنا يسعد قلبكو يا رب وما تحرمش منكو ابدا وهفضل كل فيديو ادعيلكو كل فيديو ادعيلكو يا رب يباركل فيكو قلنا بقى نعمل شوف الواتحو ده بيعمل ايه بيحط العشرة جنيه البلاستيك دي عمالي يبين لها مية وقلوكو بصوا ما بتتقطعش وبصوا كذا وبصوا كذا ما هم ما عارفين يا والد انت بتخترع لهم الزرة يعني واسع كده يا والد خلينا نشوف شغلنا بقى شوف الوالد واسع يا والد ما فيش فايدة انا بحب اللغة دي بموت فيها بموت فيها اللغة دي لاني لما براع عند اخت نعمة بلاقي الناس الجميلة الناس الطيبة الناس الراكية الراكية بأخلاقهم وبأدبهم باحترامهم باني بص انا بحب اتكلم كده يا جماعة بحب اتكلم بعد الكلام ده في الفيديوهات لاني انا حب اللغة دي بموت فيها بعشاقها ونفس اتعلمها واتكلمها على طول وان شاء الله كل ما روح عند نعمة افضل اتعلم حاجات كتير كده عشان عايز اتكلم اللغة دي بصراحة عجباني 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 جدا ناس طيبة ناس نظيفة ناس ما تعرفش الغل ما تعرفش الحسد ما تحرفش يعني ايه تكره يعني بصوا ناس كده انا حب اقعد هناك بصراحة وفي كل حتة الحلوة لوحش بسي الناس دي طيبة بجد بجد يعني المهم بيتعمل ايه ود يا حود اه ايه راح ايش مش عارفاني شار انا ليه اللي وصل معايا لغاية هنا حبايب قلبي يقول لانا وصلت لغاية هنا يا محود ربنا يباريك لفيكو يا رب قلنا بقى نجر السريل ونشد بقى ونجيب الترابة النعمة دي لان الترابة النعمة دي بتخنق بصراحة الشباك ده على السطح بيقلب اول ما يجي شوية هو تروحي جاي قلبين وفي فراغ بين السريل والحيطة فبيبقى فيه اكيد ترابة نعمة فقلت بقى ننظف كده ونزبط القودة دي على قد الحال كده والله العظيم يا حبايبي شوفوا الواد محمود الواد احمد دي سريل ده بتاع احمد يناموا يحطوا لي رجله فين المواسير دي بتوصل للغسالة مية وسحب شوفتوا لازم يحبصوا لي عيال ما لهاش حال عيال ما لهاش حال فقلت بقى اما مساح للحيطة ده عشان مطرح رجله كده ونزبطها بالمواسير ونمسح بقى القودة ونخليها فلة فلة كده القودة الشقة دي يا جماعة أنا دخلة فيها بقى لي خمسة يعني دخلة في خمسة وعشرين سنة اللي اتجوزت فيها يعني ابو ولاد اللي توفى اللي يرحام فيا ما كدش كده خالص يعني هي ما كدش كده أنا وضبت الشقة دي بعد الوفاة عادنا كام شهر عشان على ما نصرف وكده عادنا يجي ست شهور على ما الروتينات بتاعت الحكومة بقى وانتو عارفين لازم انه طلعي وينزلي وروح يعملي وروح يسوي يعني ادفحتنا فاخدنا كام شهر على بعضهم الشقة دي كانت كلها شروخ مش شراخة وكانت مقشرة ومعرفش فيها ايه يعني بصه كده غريبة جدا كده غريبة غريبة يعني هي قطين يعني بس الحمد لله بيقولك المثل على رأي المثل اللي وصل معايا للمثل ده يقولي في مثل بيقول حمرتك العرجة تغنيك عن سؤال اللقيم هو ده بقى ايه سؤال اللقيم اللي انا بتعرض له دلوقتي سؤال اللقيم اللي بيقولك ايه ده هي فين حالك وفين محتواكي وفين عشتك يا ايه يا كذا ويا كذا هي ده عشت وهي ده محتوايا وهو ده نفسي ووضبتها وخلتها زي العسل هاي امال لو كنت شفتوها قبل التوضيب كنت عملتوا فيها ايه ها يا ناس ياللي ما عندكوش ضمير يا عدمات الاخلاق لو شفتوا شقتي ده قبل التوضيب حمد لله لنا ما كنتش بظهرها لكم مع انه كنت شغالة في القناة وكنت بطلع بايدي والحمد لله ما كنتش بظهرها وبظهر حالي لما بقيت قدن مسؤوليه عشان برضو كنت عاملة حساب النقطة اللي انتوا تعيروني برضو بس الحمد لله احسن من غير كتير كتير هو الضبط الحمد لله خدت فكم شهر اللي هما كانوا متحوشين هو الضبط شقة ولا دي كده وهما كانوا بيناموا على سريل واحد والله العظيم كانوا التلاتة بيناموا على سريل واحد بس كان كبير شوية زي سراء الأدو النم كده ربنا من مفرجها يعني محمد ومحمود بيناموا على السريل وحمد بينام على السريل فهيك من القضة ضيقة بقى وبحشر كل حاجة جنبها كده ويعني دي جنب دي جنب دي ما فيش ملفز كبير فقلت برضو الحمد لله همرتك العرجة تغنيك عن سؤال اللقي يعني فيه ناس برضو مش لقيين ربنا يرزق كل محتاج يا رب فشوفوا الواد محمود يا جماعة شفتوا الواد محمود يعمل نفس الواد شوفه اهو شفتوا الدلع يعمل نفسه نام على السريل مش قادر مش عارف وزي ما انتو شايفين كده دلع 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 يعني مش معلوش عذرني مش عارفة من اللي لسه صحية كده قلنا ايه عشان نزر قلنا نفض المرتبة التهمة دي تهمه تهمه مش قادر شيل يا واد يا محمود وقلي بعليا كده والواد محمود اقول له شيل يا ماما مش قادر يا واد شيل دا انت بتاكل قدها يا واد شيل يا واد بصوا الواد مش بيددلع دلعة انا ما بحبش الدلعة دي انا واخدع الضبط والربط والضبط على طول كده اللي وصل معايا يا جلي ايوي وقدبتها بقى وخلتها فلة كده ونفضت وشلتوا الترابة وخلت بصي اه خلصت يا محمود نهنكتي هنكتي يا قلب يا نات المخدة دي بقى زي ما يكون كارة لحمة في العيد زي ما يكون كارة لحمة وتخنت ألا بصوا بنحارب بنحارب اللي وصل معايا للمخدة التخنة اللي كلت لحمة دي جلي ايوي ربنا يبارك له في كده ده عشم منكو حبيب قلبي ده عشم والله فيكو لانه كنت اخواتي وحبيبي وصحابي وكل حاجة حلوة لية في الدين فعليلي العشم اللي انا عود اتكلم معاكو ببحبحة كده ببحبحة اللي وصل معايا للبحبحة يجولي ايوي خلينا كده فقعدنا بصوا بنحارب والله بالعظيم المخدتين نلبسناهم عرقنا وبصوا وجبنا مية لان كنا بنعملوا الروتين ده بعد الظهر وبعد الظهر ده عندنا حاجة صعبة جدا مع ان المروحة شغالة فوق بس برضو حر لانها في اخر دور وعلى السطح ما فيش حاجة بعدها اه جيت بصوا بوركو بصوا يا جماعة والدنيا كلها ساحت ايه الدنيا كلها ساحت معا بمحود يا دهوتي يا حسطي يا نيام ضبطنا بقى وضبطنا وخليناها عسل 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 كده بحبكو في الله يا حبيب قلب وما تحرمش منكم الوصل لغاية هنا يجول ايوي فمسحتها بقى ونظفتها وخليتها حلوة اه قبل ما نظف الشقة دي يا جماعة وقبل ما وضبها كده كانت هي خالص يعني دخلين عليها ايه يعني يلا الحمد لله بس كان فيها شرخ كان جامد قوي صراحة يعني قلنا نمسح البقى والغسلة والتلاجة برضو حمرتك العرجة تغنيك عن سؤال اللقيم اللي وصل معي هنا يجو ايوان كده فقلنا ايه لقينا شقة كده والله العظيم يا جماعة فيها محشور بعد ما كنا بنخبط عشان نحط فتيل ونحط شبك كده في الشروق دي عشان تتقفل لقينا حتت كيسة محطوط فيها شعر ومحطوط فيها ما عرفش ايه حاجات غريبة كده يعني مش قدرت أفهمها في الوقت الحالي لان منزمان قوي فالرجل اللي كان بيعمل قال لي حاجة حط الحاجة دي في حاجة وحرائية انا عملت كده ومعرفش يعني ايه وكسم بالله العظيم انا عملت اللي هو قاله بس معرفش ايه دي يعني ما خدتش في بالي خالص الحاجات دي محطوطة لي اللي وصل معي تغاية هنا يجو ايه فمسحت بقى حوالين السبت السبت ده يعني اللي بيقلع حاجة يحط فيها عشان بحط على طول في الغسيل ده كان فهل مفارش التلت سرائل بتوعي بالمرة ونظفتهم بس ما صورتش معاكم حرقتها وما كانش في دماغي يعني حاجة زي كده نظفنا القوضة بتاعتنا اللي تعيرنا بها هي وبقت عسلة هي لكن ولا قوضة في السيم علي النعمة ولا قوضة في السيمة وقوضة دمها خفيفة زي العسل نيجي بقى ايه جنب الترابيزة اللي هي ورا الباب دي هم بحطو لهم فيها الكتب وبيذكروا عليها ويعودوا ساعات كده احطها جنب بيت سريل وبيعودوا يذكروا عليها في اوقات ربنا ان شاء الله بإذن الله يكرمني كده ويرزقني اشيلها من مكانها واجب لهم حت الدولاب صغير كده يحطوا في الهدوم بتاعتهم اهي عشان بيحطوا معانا في الهدوم العال بتتدايق بصراع فبيروحوا جاين معلقينها في التعليقات دي ورا الباب اهي زي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله بإذن الله ربنا يبعث لي رزق ورزقهم اجبلهم حت الدولاب صغير يحطوا فيه هدومهم ويحطوا فيه حاجتهم ولبسوهم وكل حاجة وغيراتهم الداخلية وكل حاجة اه كرم ربنا ان شاء الله ان واسكا في ربنا واللي وصل معايا لغاتنا ما يسانيش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته